اهلا بحضرتكم بعض الفاصل يمكن انا بتكلم على مباراة الاهل والزمالك وده تاريخ من المباراة الكبيرة اللي النادي الاهل حقها مع قطبي كورا المصرية اللي هو الزمالك وفي نفس الوقت الجمهور حتى لما بتيجي النتاج ستة واحد ممكن اه يفتكر واحد اكسبنا واحد او اتنين او اتنين او ثلاثة انما ستة واحد انتو كنت لعيبة قبل المباراة منه جديد كنت بقول لكم ايه لا مستر مالو كان يعني محمسنا بشكل محترم جدا وكان مذاكر الماتش كويس قوي عنيف كان معكو عنيف لا خالص هو عنيف بعد الماتش بعد الماتش كان قبل الماتش اقلوك ويا لا كان بيتكلم في تاكتك اكتر ان المشاكل عندهم ايه وهم هما ميزين في ايه ولكن بيبقى حلو قوي ان يبقى المدير الفني قاري الفرق اللي قدام وهم جدا ويبقى محضر كويس فحتى هو بين الشوطين الماتش خلص الشوط الاولين ثلاثة واحد هو قال لنا لو مركزتوش هتتغلبوا لو مركزتوش وانتوا كذبين ثلاثة واحد اه هتتغلبوا فلازم تركزوا وترجعوا تاني تدخلوا بنفس القوة اللي دخلتوا بها الشوط الاولين اه فنزلنا الشوطين فعلا رحنا جايبين الرابع هل تقول انتوا قبل المباراة كنت تفاكرين ان ممكن تكسبوا الزمالك ستة واحد ولا ظروف المباراة هي اللي خلت مش ظروف المباراة احنا كنا مركزين قوي مركزين وان جزيء قاري المباراة كوي اه انا بشوف ان الماتشات الكبيرة حالة التركيز اللي فيها الفرقة كل فرقة حالة كل لعيب بالزبط ما هي حالة التركيز بقى لما تتجمع كلها مع مدير فن مركز مع الناس مركزة الموضوع بيروح في حتة تانية خالص اوه احيانا ما يقول لك اه ناس لو لك مباراة اهلو الزمالك مين اللي هيكسة بالنهاردة لا ما فيهش وانا ما فيهش حد توقع انما حالة اللعيبة يوم المباراة ايه انت كل يوم انا اشتغلتها كمان كم مدير فني مشكلة ان انت انت ممكن تلاقي لعبة اوفلاين تماما لعيب مش يومهم ولعبة كويسة كلها اه طبعا ما انا بارك حالة اللعيب اه ده كورة يعني فانت بس في عز بقى او في اسوأ حالاتك لازم تخرج بقى للخسائر نفعش في اسوأ حالات اقول خلاص ما انا النهاردة خلاص خسران خسران بقى لا في احنا عندنا حاجة بتعلمناها اللي متمشيش كورة تمشي جدعانة طبعا يعني الجدعانة مرهاش علاقة بقى بالكورة لا 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 يعني مش ماشي مع الكورة مشها جدعانة يعني جاري و بالزبط كده ما فيهاش مشكلة حتوانة يعني اه جدعانة يعني جدعانة ورجولة وتزحلق وموت نفسي لما ما سيبش من كورة اطلع بعملت اللي علاية اه ما ما سيبش تبقى فيه طيب بعد المباراة من جزياء لكو اه اتخارم معنا طبعا عشان نتيجة يعني كان شايف نتيجة اه كان شايف نتيجة ممكن تبقى احسن اكتر من كده قالك دي حاجة هتكتب في تاريخكم اه بقى احنا ضايقنا جوال كتيرة اوي في المباراة دي اه احنا ضايقنا اربع خمسة جوال كمان اجوان جوال اه ده اه داف اه داف اعملاش اه اه يعني اه بيبو سيد عبدالحفيز اه اه انا بشوف ان الكورة لازم تبقى جريه فرصة لازم تبقى جريه فرص اه ما ترجعش بظهرك ابدا لا هو كان كنون مدرب جامد قوي اه اه وعمل تاريخ وانجاز للنادي الاهلي وللاجيال اللي معاها اه انا يعني الناس بتشوف تاريخه او اهميته في بطولاته انا بشوف اهميته ان هو مجمع المجموعة اللاعبة دي كلها ومسيطر عليها دي قوة الجزيب النسبالي وفي نجوم تقيل بالزبط كده ان هو ازاي في وسط المجموعة دي كلها عامل ان كله راضي وكله قلان وكله حاسنه ويطلع بره في ايه وقت اه كان عامل وزن كده انا بشوف ان دي اهم مميزاته اهم كمان من البطولات اللي خدمت انت بتمشي على طريقته وانت مجموعة بس في حاجات ما بعملهاش يعني في حاجات ما بتعجبنيش عاصر المكليات اللي عندك لا في حاجات ما بتعجبنيش وفي حاجات كبيرة كتيرة جدا باخدها باشتغالها طيب انت عدت تلات سنين في نادلالي حققتي فيهم خمس بطولات اه اه ايه البطولات التي حققتها مع الفرق كانت اهم بطولة بنسباللي الكاس سوبر لنا كان اول بطولة للادي الاهلي سوبر افريكا كانت اول بطولة اه 2002 2002 كانت اول بطولة للافريكي سوبر افريكي ياخدوا لنادي الاهلي وانت كان مهم جدا كايزر تشيفز اللي החضر يجاب في جول 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 بنا بجول قالاش هو قالاش يعني احنا مشينا هلو قصدها مشي عارب لو ماشي عضرة اصدت لا ده انا قصدها وشايف ماشي 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 كلنا عدناها جدي دي البطولة اللي انت دي مهمة جدا لو بعد كأس مصر وكأس سوبر مصر حقاتي خمس بطولات في الهاتف فكانت فترة مهمة جدا جدا